وقعت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستهدف البروتوكول لرفع وعي المستخدمين في ظل التطورات الكبيرة في قطاع الاتصالات وتحديدا الأمن السيبراني يأتي هذا البروتوكول في ظل اهتمام الدولة بتوعية الأفراد بمخاطر الأمن السيبراني ومخاطر التعامل مع الإنترنت على جميع فئات المجتمع مع التحاول الرقمي الزائد للدولة أصبح اهتمام شديد بتوعية الأفراد بمخاطر الأمن السيبراني أو بمخاطر التعامل مع الإنترنت على جميع فئات المجتمع ويمكن إحنا كجهاز بنوجه رسائل توعوية لجميع فئات المجتمع سواء الأفراد سواء المرأة سواء الطفل كبار السن زاو الهمم بحيث كلما زاد استخدام التكنولوجيا وكلما زاد التحاول الرقم في الدولة أصبحنا عرضة لتهديدات سيبرانية فإحنا بنحاول نوصل لإنترنت آمن أثناء التعامل مع الإنترنت على كميع المشتوات حيات دائما تسعى تنسكات شباب الأحزاب والسياسين إلى توقيع العديد من البروتوكولات مع الجهات اللي ممكن تكون فيها سبل تعاون لتدريب وتأهيل بعض أعضاء تنسكات شباب الأحزاب والسياسين والحقيقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هم الأجهزة القوية في مصر نظرا لما له من أهمية كبيرة في التعامل والتواصل مع كافة المواطنين من خلال خدماته اللي بيقدمها أهمية هذا البروتوكول هي تكمن في رفع الوعي وما نشهده اليوم من تطورات الحقيقة كبيرة جدا في قطاع الاتصالات وتنظيم معلماته تحديدا فيها الأمن السبراني فشفنا أن من الضرورة يكون فيه مساهمة من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على رفع وعي الشباب والتدريبات اللازمة الخاصة بالأمن السبراني والاتصالات والتكنولوجيا بشكل عام التنسيقية دائما بتوقع مجموعة من البروتوكولات اللي بتعود بالنفع العام على المجتمع المصري وكان جزء من سياسة التنسيقية أن هي توقع مع الكهاز القومي لتنظيم الاتصالات وده مرفق من المرافق المشرفة لتنظيم حاجة مهمة جدا وهي الاتصالات والتواصل في عصر التحول الرقمي والحكمة